أهلا من حلراتكم في حلقة جديدة من 7D Sport وحشتونا يعني من الأسبوع اللي فات وحظينا حلو معاكم 7D Sport يعني حظينا دايما بنبقى قبل لقاء مهم والنهاردة هنبقى قبل لقاء السوبر وتغطية خاصة جدا لبعثة فريق المادي الأهلي في الإبارات وكالعادة نبدأ حلقتنا بالعناوية الأهلي يقتتم استعداداته لمواجهة بيراندي في السوبر أدي هو كولر الأهلي لا يجبع ونسعى للفوز بكل البطولات محمد صلاحي وعاد الرقم سواريز مع ليفر بول تأمين خاص لمنزلين ميسي ونيمار في بايس وأكيد هيكون معانا أخبار تانية وأحداث تانية وتغطية خاصة زي ما قلت لحضراتكم بعثة فريق الأهلي في الإبارات انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولكن قبل ما نبدأ حرائتنا فيه كلمتين كده برضو الواحد بيسعد لما بتيجي سيرة الإمارات عمر محد فينا حس أنه غريب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الحقيقة أن أنا رحت الإمارات كتير وعمري ما حسيت أني مختلفة وحسسونا أن هم إخواتنا وبيحسونا أن احنا مش أغراب عنهم هو دي حقيقة فعلا يعني إمارات الخير دايما وشها حلوة على النادي الأهلي وبعيدا عن قرة القدم إحنا شعب واحد وقلب واحد دايما الأهلي بيشوف في الإمارات أحسن استقبال دايما عمر ناش كان فيه مرة من المرات أن الاستقبال كان حتى مش على أعلى أعلى مستوى دايما بنشوف في الإمارات الاستقبال بأفضل شيء وده مش غريب على أولاد زايد طبعا يعني وبمهوره بيكون مالي مدرجات أي استاد في الإمارات وقت ما بيقوله الأهلي جاي افتكره على طول في 2015 وعلى استادها الزعب انزايد في العين أول سوبر مصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات وفوز الأهلي بنتيجة كبيرة 3-2 نفتكر مع بعض طبعا هدف سيد يعني اللعاب اللي نتمنى له الشفاء طبعا مؤمن زكريا اللي سجل هدف الفوز وحيكون موجود إن شاء الله في المدرجات في بكرة في الاستاد الأهلي كمان نفتكر مع بعض في 2016 وفوزه الكبير على روما الإيطالي 4-3 أيضا في دورة الإمارات وانتلع الاستاد باللون الأحمر افتكره كمان في 2018 كان الأهلي مع نادي المصري فيه برضو لقاء السوبر وكان جمهور الأهلي مالي استاده في العين تحس إن الاستاد كأنه استاد الأهلي يعني مش استاد حتى برا مصر لا الإمارات دايما جمهور الأهلي فيها بيشرف النادي الأهلي والأهلي يكسب بالبطولة دي ويضيف بطولة جديدة بجل وليد أزارة لو تفتكره ولأنه الأهلي صاحب أكبر شعبية في الإمارات والمنطقة العربية استمرت الحكاية في نفس السنة في 2018 وتمت دعوة الأهلي لمطش مع الفجير الإماراتي وكانت احتفالية جماهرية عظيمة جدا لجمهور الأهلي اللي بينجح أي مباراة بالمناسبة وفي نفس السنة برضو سنة 2018 الأهلي بيفوز على آيكس أمستردام الهولندي واحد سفر في الإمارات وجمهوره حاضر لتحية قائد الفريق أول بطولة للأهلي مع مارس الكولر على حساب الزمالك في السوبر المصري والفوز 2-0 للنادي الأهلي ودايماً إمارات الخير والشهة حلوة على الأهلي وجمهور الأهلي دايماً حاضر وبينجح أي حدث وأي مباراة في أي مكان في العالم ما بالك بقى لو في بلدنا التاني وبسط أهلنا وإخواتنا في الإمارات هتفضل إمارات الخير غالية علينا وهيفضل الأهلي وجهها مشرفة للكرة والرياضة المصرية بجمهوره العظيم المحترم إمارات الخير يعني عمره زي ما بقول لحضراتكم عمرنا ما حسينا قبل كده إن حد فينا غريب جوه بلد الإمارات العربية المتحدة بلد عظيمة وبنفرح لما يكون النادي الأهلي فيها وبنفرح لما أي مصري يكون هناك بيحس إنه هو بلده التاني معنا بعد الوقتي كابتن من كبات المصر اللي احترفه ونجحه بالاحتراف واحد من المدربين المخاضرمين جداً اللي فعمان عامل شغل هايل وفي أي حتة الحق بيروحها بيشرفنا واحد من المساهمين بكوة في مباراة السوبر أول سوبر في الإمارات كان في الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن محمد عبعظيم عظيمة نجم النادي الأهلي وأحد من محترفين مصر اللي كانوا يعني في زمن الاحتراف فيه لو فيه سوشيال ميديا كان يبقى ليه شأن تاني خالص كابتن محمد عبعظيم أهلاً وسهلاً بحضرتك في سيمن داي سبورت أولاً يعني بهنيك على الأداء في عمان وواحد من المدربين المشرفين وطبعاً أنت من الناس اللي معاها الـ professional الشهادة يعني مش سهل أي حد ياخدها الحمد لله رضي العالمين كنا في عمان أو في ألمانيا أو في أي مكان يستغل فيه نحط دايماً إفت مصر وقدامنا عشان دايماً نشهر في مصر وإن برضو بنعمل سوء كوي برضو للمدرمين في الدول العربية وربية لسه يعني بس إن شاء الله رضي العالمين ننساش للتحاد الكوي في الفترة الأخيرة يعني سيدك هيدو يعني بجي بمصر الحوة يعني ياخد تطرى شوية إنما كخطوة الجباية وإسم شاء الله رب العالمين طيب أنت رايح عمانا كابتن وفريق النصر عنده سبع نقطة ما شاء الله دلوقتي سبع وعشرين نقطة وضمن التواجد في مركز جيد قبل نهاية الموسم كمان فالطفرة اللي حصلت في الفريق ده بوجودك وعايزين نشوف برضو الكرة في عمانا عاملة إيه طنبنة كده يعني والله الحمد لله رب العليق ربنا وقفنا طبعاً الجهاز الفني والداري والطب يعني الموجودين معانا ناس كلهم اشتغروا على قدم وصف اللاعبين يعني برضو اتهدوا على قد مكانياتهم من الناس بصراحة ولكزموا ودرنا نعجل صغل كويس ودرنا حضر رفا قطلت وقلت ان احنا يعني درنا نحق التربة أو نحق الهدف بتاعنا درنا سبع جيداً إنما طبعاً كابو نفسة على الزوج أو كأصوة اللي هي السوري الحاجة الساوي بصعب شوية إنما الناس يعني يعني نوجيد المصر الجديد إن شاء الله رب العالمين يعني يهي بفي تغيير سوياً إنما الحمد لله رب العالمين طبعاً ندي النصر اللي أنا شغلتني الوقت جدير وزوط شعبية وآداء طبعاً الجمهور مبيرة آآ تلمني طبعاً آآ رضيات ندي النصر طبعاً شخصية جميلة المحترم الشيخ عامر تلمني أنا عادت وقت لأني كنت مال في كناف ناف زفور وهو أبقال يعني على المهمة يعني فلا على الصراحة يعني أصدره كين اشتغلوا وناس تعاونت معنا ومشتغلنا وحققنا طبعاً يحنا فيه دلوقتي فطبعاً مش النجاز إنما طبعاً حقق ويخلنا نحنا انتشغلنا نهاتي طبعاً من الصع آآ طبعاً أنا إذا ما أنت قلت إن أنا يعني جاري سويا بالدور العماني أنا خلالاً كتشغلنا في النصر آآ الحمد لله عملنا برضو آآ ريكول من جاس النقاط قبنا معهم كما نكسل بالتحاد ووصلنا بالتحاد الزوج ومن أول مجموعة إنما للأسف حصل موضوع الكورونا وإطلاق الزوج يعني إنما غير كده برضو مع مش فأمان برضو والتناسي برضو أبريكي ده منتخب الشباب في البيت خالص وعملنا معهم صغل قويس جداً وفي أسيا يعني لحمد لله رب العالمين طعمان جميلة جداً شعر رافي شعر وشعر مقدم نحترم الناس طبعاً الكورة يعني الزوجية طبعاً الصعودية والحجات دي بس همه نحتاجين نشطها طوائية تقامل لهم وإن شاء الله رب العالمين هم عندهم بالتعداد في الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني يعني يعملوا حاجة طويلة إن شاء الله كابتن ودايماً موفق ودايماً مشرف مصر كابتن خلينا بقى نروح للنادي الأهلي وذكرياتك مع أول سوبر مصر في الإمارات والتتويج بعد الفوز على الزمالك ثلاثة اتنين في الوقت ده فكرنا كده وقلنا الأجواء كده هناك عملت إزاي في أول سوبر كان أول مرة برى مصر أصلاً كان أول مرة سوبر يبقى برى مصر أصلاً في الوقت ده أول مرة مصر أول مرة في الإمارات بالزبط وعلى فترة كانت المتغاز كان الكافتن عبد العدل عبد الشام طبعاً كان مدير سني طبعاً وقائم بأعمال لمدير كورة وأنا كنت مدرب عام وكافتن عالي ماهر كان مدرب مساعد وكافتن طارق سليمان كان مدرب خراش ومعناك طبعاً الكافتن محمد أبو العلم أحمال أحمال يفضل جميع أحمال طبعاً كانت معنا جهاز صد على الساوء عالي جهاز يداري طبعاً كان خلق عالي من الأهل طبعاً من الشغالين كلهم في الطب وماشاء الله عليهم طبعاً كابتر وإنما كان كان في زروف للأسف كان في زروف خاصة في المباراة بالصراحة من قبل المباراة يعني الكذا يوم طبعاً لو نفكر كده مع بعض كان بالأسف يعني طبعاً جهاز أهلي كان في الموسم ده طبعاً كان خطران دهولي وكياس وخرج من أفريقيا وابن المباراة بحوالي سبع سيام بالضبط بمعنا في رحيل الزجل مجروق قبل المباراة خمس سيام أو ست سيام وكان في الوقت برضو كان فينا جمع متخب أول وإولومبي واكتملنا بقى يعني الفرقة فعل اكتمل في الإمارات يعني كان مباراة مجمعة كان معنا عملنا أول مباراة كان لها الفرقة كلها كان يوم أربع أربع وفنين وفنين ثلاثيين بس يعني أو يومين قبل المباراة أيوة يومين قبل المباراة الناس كانوا فريد أول كان تجمع بتاع فنفص بس أولهم عن دمارات ونفص الكلام جمعنا الثلاث كلنا وكان أول ثلاثيين فعليا كان يوم أربع وفي اليوم ده كان معنا طبعا الانتقراض ده كان الناس يقون أول مرة كان يجي كان أول مباراة رغم الربيعة كنا كان جامل بصرق في أحمد حجادي في أحمد الشيخ وغير كلا بقى أن إفونا كان في المباراة ترق في السيزون ده كان بداية تعلقه أول في التمرين الرئيسية أيو في التمرين الرئيسية كان يوم الأربع ريجلي بركاح أو عنك ريجلو يعني إثلاه ورمت ورم كبير جدا ولعب المطش صريب يعني لعب نعم 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 ورد وكان من نظوم المباراة وحب الله رب العالمين ربنا كرمنا واختبنا المباراة طبعا يعني كانت تنحدث جميل جدا طبعا والأهل دام في الأصدقية أي حاجة كان إلا واحد إلا من الآن أول مرة في الأمارات الأهل يكتب أمارات طب كلمنا كابتن عن أجواء الجمهيرية في الأمارات والتتويج في الأمارات الشكل العام بتاع المطولة في الأمارات اختلافه عن مصر كان إيه أولا أولا يعني طبعا الأمارات يعني أو الأستاذ هسعب الأستاذ هي يعتبر الأستاذ علمي طبعا بالنسب للجمهير يعني في الأزائي من عرض عطاقت مزيزة مقفى يعني الجمهيرة تبقى يعني مش عايزين نقول منقاسمة يعني إنما لا إن شاء الله ما فيش انقسامة كابتن إن شاء الله يعني لا لا أنا أصدق كماهير كان أهلي وزمالك يعني أيو فاهم فاهم حدرتك يعني يعني أرضي جس المدرغات كان منقسمة يعني نص أهلي ونص زمالك إنما طبعا كان النبي كعادة جمهور الأهلي طبعا يعني نقطة 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 ثلاثة نقطة 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 يعني 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 ضيعنا تاعتها مو من جاب تاعتها وتاعتها ضيعنا هدفين جون أنطويد ضيع هدف وإيقونا ضيع برضو من بره كان ممكن يجب أن يعمل فيها جبيرة لو لا نجي رمضان طبعا كان في الوقت لا قويت على الصورة فاكر أحدث الموتشو عمل تحاول نحا الثاني لما الحمد لله ربكو العالمين أنا في أي وقت طبعا تلعى ضيما لعبت النادي الآلي تلعى جير النادي صباح الصعب ضيما مثل أثناء النادي الآلي موضوعين والحمد لله ربنا نكر الله وخدمنا البطور طبعا شايف مواجهة بكرا زي بين الأهلي وبرامتز وشايف مواجهة كولر وبتشوف كمن على الخطوط هتبقى زي يعني طبعا أنا شايف أن الزواج للأهلي بالنسبة للدواج الزواج 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 يعني عايز تقول بالبطورة تكتير المتاج كده بتعطي بعض الوصول طبعا الزواج منها اصطراب من الدور العام يعني عبر تقول الزواج بيديان إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله راكت كاس للمسل السيقين الفاتس ورقت كاس السوبر برضو للرس عسنا الفاتس اصطراب من الدور إنما هو عايز كمان السوبر جاس بالنسبة للنسبة للأهلي أو كولر يعني السوبر برضو أخبر قائز بسوبر وولاوي خلاص إن شاء الله رب العالمين وإن شاء الله كمان أطرق كليلة إن شاء الله إن شاء الله برضو يعني مركز رابع كمان في باس العالم أغلبت الله برضو هو يعني أعتبر برضو عمل سيدي كوي وعمل سيدي نفس كوي فاطر وليلة رجل يستغل قوي جدا بالنسبة طبعا فرم يعني الدوافع أهداف صبعا عايز باول بطورة تريفه خصوصا كمان بعد خطور من الفترالية صبعا بعد عن الدور العام يعني خلاص المنافسة بالبعد العام وشوية خرج من أخر ربها يعني عايز برضو ياخد بطورة وخصوصا إنه كان من شهر لعب حوالي شهر كده تريب اللعب النادي الآلي بطورة بطورة وخصوصا وخصوصا عن فكرة كويسة عن نسك الزمالك قبل كده وخصوصا مع الزمالك وخصوصا ماء كده نعم عايز أقول أنه أول بطولة تبقى بطورة فإن شاء الضراط العالمين يعني شايف كيف تكفت النازل أهل 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 جمهور برامة لا الاستادها يبقى أحمر كله بكرة كبت إن شاء الله نحتاج فترة جريمة عند جمهور إنها مازل مكانت نروحوا بإزاي جميل النازل آهل على أدت كلها ساعد النازل آهل النازل آهل إنها هي أتمع الجمهير بحاجات كلها لقدتوا عنده خبرات يقدر تحتم المطورة أيوة إنها محصاب عنه محصاب الساعدة فإنها طبعا الترفي إن شاء الله أنا أشكر حضرتك جدا يا كابتن على التواجد معانا على شاشة قناة النادي الأهلي يعني شرفتنا ونورتنا ودايما واجهة مشرفة لمصر في كل حتة سواء أنت لاعب برا نصر في الاحتراف العظيم اللي أنت احترفته أو كمدرب كمان من الناس يعني الاسم كبير في عالم التدريب شكرا لحضرتك كابتن عظيمة نبدأ بقى أخبارنا ونروح على طول للفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي اللي بيحتتم تدريباته في الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق بيرامدز المحدد لها مساء غدا إن شاء الله على لقب السوبر المصري والماران هيبدأ النهاردة الساعة سبعة وربع يعني بعد البرنامج بربع ساعة تقريبا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد اللي هتقام عليه المباراة تقرر طبعا على حسب البرتوكول يعني السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من فقرات المرام فقط وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري يعني طبعا دي المعتاد اللجنة المنظمة بتطلب ربع ساعة اللي هي مبتبقاش فنية التسخين بتاعتنا مرين ومعد كده نروح للاجتماع الفني الخاص ببطولة كأس السوبر المصري ومباراة الأهلي وبيرامدز مرضو النهاردة كان فستاد محمد بن زايد بحضور مندوبي الفريقين ومسؤولي مجلس أبو زبر الرياضي للتأكيد على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لأرض الملعب والمغادرة ومراسم التتويج حضر الاجتماع من النادي الأهلي طبعا كابتن ساد عب حفيز مدير الكورة وكابتن سامير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق والعميد علاء صلاح المنصق الأمني حارس مرمى النادي الأهلي الزي المرتقالي بالكامل وفريق بيراملز هيرتدي الزي الأزرق بالكامل وحارس مرمى هيرتدي الزي الأغضر بالكامل يعني طبعا الاستادات والتنظيم في الإمارات مفيش أي حد يقدر يختلف عليه يعني على أعلى أعلى مستوى انت بتشوف أجواء أعلمية في الإمارات طبعا جمهور النادي الأهلي في الإمارات زي مصر بالزبط هيمنى الاستاد وكل حاجة هتبقى على أكمل وجه إن شاء الله نروح بقى لخبر تاني أيضا معانا دكتور مهند مجلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات حرس على إهداء السفير المصري بالإمارات السفير شريف عيسى درعي وعلم النادي الأهلي وذلك على هامش حضور جانبا من تدريبات الفريق أمس هو وجه طبعا دكتور مهند مجلي الشكر لمعالي السفير المصري بالإمارات على المجهود اللي بيبزله الحقيقة يعني ده العادي من سفارات مصري في كل العالم ومنذ وصول بعثة الفريق لدولة الإمارات العربية الشقيقة أعلى تنظيم وأعلى وصول للراحة من السفارة ومن دولة الإمارات حاجة جميلة على أعلى مستوى طبعا أكد دكتور مهند مجلي على تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للنور الكبير للسفارة المصرية بالإمارات بتعمله وتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي منذ وصولها أبو ظبي لخوض بإمارات الصبر وأكد السفير المصري بالإمارات تقديره لتواجد النادي الأهلي في أبو ظبي وأقامة الصبر المصري في دولة الإمارات العربية الشقيق يعني العادي بتاع كل السفرة في مصر بصراحة عمرنا مروحنا مكان وخاصة الإمارات برضو خاصة دولة الإمارات شعبها بنحس أننا واحد وطن واحد وقلبه واحد نروح بقى لواحد من نجوم النادي الأهلي اللي قرر يزور بعثة الفريق ويحضر المران كابتن وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حرص على حضور جانب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللي طبعا كان مبارح الأربع على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات حرص كابتن وليد سليمان على مشاهدة جانب من التدريب ومصفحة اللعبين والجهاز الفني بعد نهاية المران طبعا ده جزء من دعم كابتن وليد سليمان للفريق قبل لقاء السوبر يعني كعادة نجوم النادي الأهلي اللي بيبقى عندهم الفرصة ما بيتأخروش لحظة في أن هم يبقوا داعمين للفرقة يبقوا غارة الفرقة يبقوا في دار الفرقة كابتن وليد سليمان خبرة كبيرة جدا كابتن وليد سليمان لعب تاريخ كبير في النادي الأهلي لعب من أساطير النادي الأهلي من أمهر اللعيبة كمان اللي كان لها دور في الملعب مهاري كبير جدا وكان لها دور بقى بره الملعب كأحكبات فريق النادي الأهلي ولسه مستمر لحد دلوقتي ورجعنا لحضراتكم ونكمل حلقتنا ولكن الأول هنطلع نشوف المؤتمر الصحفي كده مستر مارسل كودر والشنية ويقالوا إيه ونرجع لحضراتكم ونكمل حلقتنا شكراً لحضراتكم وده نفس تقاليد وعدات النادي الأهلي اللي دايماً بيطمح للفوز بأي بطولة بيدخلها حافظ الكل ما عندي وكل خبراتي من أجل إعداد الفريق وتحضير الفريق للمباراة والفوز بالمباراة والفوز بلقب جيد مع النادي الأهلي في النهاية الأخرى أو على الجنب الأخر فريق تيراملز فريق قوي فريق محترم عنده دوافع كبيرة هو ما حصلش على أي ألقاب في تاريخه وده بيزيد من صعوبة المباراة أنهم عندهم دوافع للحصول على أول بطولة في تاريخهم حيث ده أنهم يبقوا عندهم دوافع كبيرة مع قدرتهم العالية وده حيبقى تحضير اللعيبة إزاي أنهم يبقوا عارفين صعوبة المباراة وخاصة مع دوافع للمباراة وعندهم مكانيات عالية ومكانيات فانية عالية ولعيبة على المستوى عالي جداً كل واحد فيهم بيلعب ممكن كرة مختلفة شوية طريقة اللعب ممكن تكون مختلفة المهم بالنسبة لي هو إحنا إحنا بنلعب إزاي إحنا هنقضي إزاي المنافس بدرسه عشان أعرف هو بدافع إزاي بهزم إزاي وعلى أساس ده بحطه في تارتي أو طريقة اللعب المناسبة للخصم لكن ملاحش علاقة أضعف أو أكبر مش حقيقة خالص الفريق كبار وأنا بحضر الفريق والتاني بقرر المهم بالنسبة لي أنا وإحنا بنلعب إزاي وإحنا عند أداءنا هيبقى إزاي في اليوم المباراة إزاي حالة بدرس تجهزه نفسيا إنه هو يقدر يلعب زل الأنباء المترددة نحاول إن احنا بنساعده نفسيا إن احنا بنوفره جواب من الوجود ومن الروحة النفسية وهو مرتاح وبيلعب برتاح كويس وبيتمرن كويس آآ بيحصل مشكل شوية أخبار إقاف مش إقاف حيلعب مش حيلعب فإحنا بنحاول إن احنا بنريحه ونحيقه نفسيا ونقوله إن هو يركز في كرمولين ويركز في أداء وهو ده أهم حاجة وهو القادر لغاية دلوقتي رحم كل الصعوبات اللي هو بيوجيهها بفترة الأخرانية قادر إنه هو يبصل وإنه هو يتمرن كويس ويسر من مستوى كويس كل مباراة بيقدر نوايا طبعاً بحب أشكر طبعاً لأول دورة الأمارات الشقيقية طبعاً على الاستقبال وعلى الحاجة إحنا بنكون مخصوصين جداً كنادي أحلي إن يجينا العبناء في دورة الأمارات بأول حاجة الثانية حاجة طبعاً المباراة طبعاً إحنا عارفين إنها المباراة آآ دبطولة واللعابة مركزة آآ وإحنا زي ما أفكدش قال إحنا أي ندل إحنا متعود على أي مباراة بنجيه لعبها آآ بيشبعش البطولات إحنا عندنا البطولة بكرة إن شاء الله إحنا مركزين في المباراة واللعابة كلها نحضرنا في سائل المباراة ومركزين ومحضرين بشكل كويس المباراة وربنا يكرمي وردنا وسطون إن شاء الله إحنا على طول متعودين إحنا نكون موجودين هنا في السوبر المصر أطول آآ في البطولات وإحنا زي ما قلت حضرتك إحنا كنادق أهلي يبقى موصلتين جداً موجودين في دولة الإمارات آآ طبعاً إحنا نلعب تلوقتي آخص من آآ تاني آآ ناد بيرامس ربعاً من الفرع القوية في الدول المصري وإحنا لسه لعبينهم من كونش السائل لسه لعبينهم من قريب في الدولة وفي الكاس أكيد طبعاً الأسلوب ده الآن فلو أوه أخر بيرجع للجهاز الفني والإحنا لسه بيحضر بشكل كويس مع الجهاز الفني بلعب الأسلوب الكلام اللي بيقولوا معنا واحنا لحضر بشكل كويس معي أومناس يعني منفع التعليمات ي vinyl علينا بنيدرب الملعب الأسلوب والإعب طبعاً مع الجهاز الفني بلوحنا بلسه منحضر للمباراة بشكل كويس أي honey هكذا فلائها الحمد لله ركفت فى المباراة ومنشوفش مين الخصم نحن نحترم أيها الأكبيرة أصبائرة من نجدعه بالإسم نحن نضعه بالمقرار بجائعة وبتركيز المقرار بجائعة زي ما شفنا يعني كلام مستر كولر وكلام محمد الشناوي ومستر كولر أول بطولة خذكت في الإمارات ويعني عارف الأجواء هناك كويس جدا تعالوا بقى نشوف الصحافة الإماراتية قالت إيه على النادي الأهلي ونشوف نبدأ بصحافة البيانة الإماراتية نقلا عن موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات اللي هي الخاصة باللعابين والفرق قالت إن القيمة التسوقية لطرفاي السوبر المصري فبوزابي تبلغ 48 مليون يورو وتفوق النادي الأهلي طبعا بفرق كبير 29.5 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسوقية لبرامتز 18 و43 من 100 مليون يورو وأشارت الصحيفة إلى إن المالي أليو ديانج لعب الأهلي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين الفرقين في القيمة التسوقية بأربع ملايين يورو وبعدي على طول برضو على مستوى النادي الأهلي كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بـ 2.5 مليون يورو ومحمد عبد المنعم بـ 2 مليون يورو وطبعا بعدهم محمد مجدي أفشا ومحمد شريف بـ 1.8 مليون يورو ويليهم بيرستا وحمدي فتحي وأحمد القندوسي بـ 1.5 مليون يورو لكل لعب يعني القيمة التسوقية والفرق باين طبعا بين النادي الأهلي والـ Pyramids لعبت النادي الأهلي مميزين جدا والحطة بتاعة القيمة التسوقية دي ما لهاش ضعب الملعب خلي بالك يعني فتفرقش في أي حاجة بالعكس يعني بنشوف فرق صغيرة بتكسب فرق كبيرة عادي لكن طبعا النادي الأهلي عنده من الخبرات وعنده من المبادئ والقيم والحاجات اللي هي بتعمل فرقة وتعمل شخصية بطل فهو النادي الأهلي عنده شخصية البطولة اللي بتخليه دايما كفته أرجح ياما لعبنا فرق القيمة التسوقية بتاعتها أعلى مننا وكننا احنا الأفضل واللي أحسن في الملعب واللي بنكسب بطولات وبنتمنى التوفيق طبعا لفريق النادي الأهلي يعني كعادة النادي الأهلي في كل البطولات هو النادي الأكتر تتويا بيها طبعا وبطولة السوبر اتلعبت في الإمارات أكتر من مرة وتلعبت بشكلها اللي هتتلعب بيه بكرة ده مع أندية منافسة كتير المصري لعب والزمالك لعب فيها أندية كتير لعبت في الإمارات السوبر وكعادة النادي الأهل بيبقى للحظ الأوفر دعوا بقى نشوف خبر تهنئة النادي الأهلي المصري لنادي أهل جدة السعودي بعد سعوده أهل جدة بيعمل ملحمة كبيرة وبيصعد تاني للدور السعودي الممتاز بعد هبوط الموسم الماضي مع المدرب الجنوب أفريقي مدرب النادي الأهلي السابق طبعا بتس موسماني النادي الأهلي وجه التهنئة لشقيقه نادي أهلي جدة وكان نص التهنئة كالآتي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وعضاء وجمهير النادي الأهلي يتقدمون بخالص التهنئة إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجمهيره بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والإصدهار طبعا بنهني كجمهور النادي الأهلي كمان بنسو مسماني صاحب بطولتين من أغلى البطولات كمان بطولات أفريقيا كل التوفيق لنادي أهلي جدة أحد الأندية الجماهية الكبيرة وكان غيابه مؤثر في الدور السعودي تعالوا بقى نروح لتهنيئة خاصة جدا من قناة النادي الأهلي ومن جمهور النادي الأهلي لأحد كبات أو مش أحد كبات أحد اللعب المميزين وفرودة مصر المميزين كابتن زكريا ناصف ليه ستايل مميز جدا وهو لعيب وليه ستايل مميز أوي كمان في الشياكة كابتن زكريا ناصف كل سنة وحضرتك طيب نجم النادي الأهلي السابق وعضو لجنة التخطيط لكرة القدم طبعا كابتن زكريا ناصف من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي ومنطقة مصر وساهم في تحقيق العديد من البطولات مع فريق النادي الأهلي محليا وأفريقيا وساهم في تتواج الأهلي ب14 رقب بواقع 5 بطولات دوري وأربع بطولات كاس وست بطولات أو ألقاب قرية عموما طبعا رجل من مميزاته الشياكة على فكرة كابتن زكريا ناصف كل سنة وحضرتك طيب وحتى كالليه ستايل برضو في الملعب شيك برضو كابتن زكريا ناصف كل سنة وحضرتك طيب وبخير هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضرتكم مرة تانية في سيفن دي سبورت انتظرونا ورجعنا لحضرتكم بعد الفاصل عشان نستقبل باقي أخبارنا في سيفن دي سبورت وهنبدأ على الخبر يخص حكام مصريين لجنة الحكام الأفريقية يعني استعانت بطاقم حكام مصري عشان يدير لقاء مهم جدا بين يانجا أفريكانز التنزاني ومرومو الجنوب أفريقي المقرر لي يوم عشرة الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وطبعا جاء طاقم الحكام المصري كالتالي الكابتب محمود البنة حكم ساحة ويعونه أحمد حسان طهع وسامي هلهل مساعدان ومحمود ناجي حكم رابع ومحمود عشور حكم للفيديو ويعونه محمد عدل كل التوفيق طبعا لحكامنا المصريين هنفكركم بقى كمان بطاقم حكام السوبر اللي هيبقى في الإمارات لمطشة بكرة إن شاء الله تعالوا نشوفه مع بعض نشوف مطش حكام السوبر يا جماعة معنا على الشاشة هو محمود البنة حكم ساحة أحمد توفيق حكم مساعد أول هاني عبد الفتاح حكم مساعد تاني ومن دولة الإمارات الشقيق أحمد عيسى درويش وده ده حكم رابع طبعا وحكم الوار عمر محمد آل علي ده الحكام لقاء بكرة وحكم الوار المساعد حكم الوار المساعد جاسم عبد الله آل علي ده طاقم حكام مباراة بكرة إن شاء الله لقاء السوبر نتمنى التوفيق لطاقم الحكام المصري الإماراتي يوم واحد إحنا شعب واحد يعتبر نروح بقى لأخبارنا العالمية وأخبار محترفين في أوروبا ونشوف إمبرح محمد صلاحة جماعة بيسجل هدف غالي جدا لليفر بول في شباك فلهم من ضربة جزاء ودعم كبير جدا من جمهور ليفر بول ليه في المباراة وده هدف هيخش بقى في منافسة تانية وأرقام كياسية دي هو خلاص الراجل بقى عاشق لكسر الأرقام الكياسية تعالوا نشوف بقى الإحصائيات من أوبتا قالت إيه؟ قالت إن صلاح حز الشباك في آخر تمام مباراة شارك فيها مع ليفر بول على ملعبه بجميع المصابقات بتسع أهداف وأضافت الشباكة إن هذه أطول سلسلة تهديفية للاعب في الردز على ملعب إنفل منذ أن سجل لويس سوريز للمباراة تمنع على التوالي أيضا في عام 2014 صلاح كمان بيحتل المركز الثالث الموسم ده كأكثر اللاعبين مساهمة فيه تسجيل الأهداف بالدور الإنجليزي الممتاز تسجيل وصناعة كده يعني برصيد 25 هدف وراء نجم توتنهام طبعا هاريكين 28 هدف وطبعا المعجزة بتاع منشستر سيتي ده ما نحطوش فيه نفسه 41 هدف طبعا لهلند هلند ما يتحطش فيه نفسه بخلاص ده الراجل ده قاعد يكسر أرقام كراسية كتير هنشوف في الخبر اللي جاي مع بعض بس الراجل ده يعني أنا بدأت أتعقد هلند حطم رقم كياسي كأفضل هدف في موسم واحد بتاريخ البرامر ليب كله برصيد كان طبعا هو أكثر حد 35 هدف بعد مساهم بفوزه على فريق منشستر سيتي على ضيفه واستهام بتلات أهداف نظيفة مبارح وتخطى هلند بالرقم ده الرقم المسجل من أندي كول وآلن شيرر برصيد 34 هدف في موسم 93-94-94-95 على الترتيب كده يعني وطبعا الموسم وقتها كان 42 ماتش بس 42 ماتش دلوقتي بقى 38 ماتش يعني أقل كميع هو لعب ماتشوات أقل وجاب أهداف أكتر طبعا هلند لسه كمان عنده الموسم ده خمس ماتشوات جاية يعني هيكسر هيعدي الرقم ده بش واحد وين وهو ده طبعا ده يعني حالة استثنائية معدل بقى التهديد بتاع هلند ايه واحد وستة وعشرين من مية هدف كل تسعين جهية وهو المعدل الذي لو احتفظ به بالنسبة دي كده زي ما هو لنهاية الموسم هيبقى عنده 41 هدف في الدوري هلند يعني يملك عدد من الأهداف في الدوري هذا الموسم أكتر من خمس فرق تخيل يعني هلند بس عنده أهداف أكتر من تشيلسي ونوتنجهام فورست وولف هارمتون وإيفرتون وثاوس هامتون كمان يعني هلند مسجل أكتر من خمس فرق في الدوري تخيل هلند كمان عنده أربعة هاتريك وبيبتعد بهاتريك واحد يعني انفضله هاتريك واحد بس عشان يكون عنده رقم قياس جديد اللي بيملكه طبعا هاري كيم مهاجم توتن هام الحالي ويبقى عنده خمسة هاتريك في الموسم واحد الراجل ده أنا مش فاهمه ده حد ومخلاص ما عندهش أي اهتمامات غير الكورة وده أول دوري انجليزي ليه يعني ده بيلعب لأول مرة في الدوري انجليزي وعمل يحطم الأرقام القياسية دي كلها حاجة إعجازية يعني بالنسبة لي وبعدين أنا كان الأول بتقارن لعيبة قريبة من بعدها لا الراجل ده لسه في أول موسم بيقصر ثلاثة أربعة أرقام قياسية في الموسم الأولاني ليه في الدوري انجليزي فأنا مش عايز أحطه في المقارنة مع أي حد أي حد هيتظلم تعالوا بقى نشوف خبر تاني منشستر رونيتد عنده مكاسب عديدة جدا من مطش مبارح ده بعد المفاس 3-0 مبارح في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد اللقاء ده كان ليه أرقام قياسية كتير وكان مؤجل على فكرة من الجولة 28 منشستر سيتي منشستر سيتي سجل ألف هدف مع جورديولا ودي برضو رقم قياسي جديد برضو حسب أوبتا للإحصائيات سجل منشستر سيتي ألف هدف في جميع المسابقات تحت قيادة بيب جورديولا وعوضحت شبكة شبكة أوبتا دي أن ذلك يعد أكبر عدد من الأهداف يسجلوا أي فريق في الدوريات الأوروبية الخامسة الكبرى منذ توليء المهمة في عام 2016 أكتر من 200 هدف على الأقل عن أي أو أقرب منافسي في الدوري الإنجليزي في ليبر بول طبعا عنده 797 هدف ففيه فرق برضو بالمناسبة جورديولا رافض جدا أنه هو يحط مقارنة ميسي بهالند وشايف أنها هتضره وواضح أن جورديولا لسه ما تخلصش من حبه الميسي لأن هالند يتقارن بأي حد أنا آسف يعني هالند من دلوقتي بيكسر أول موسم دي في الدوري الإنجليزي عمل بس هل هيستمر على كده بقى يعني هو ده الفايصل بالنسبة لي عشان نقارن هالند بأي حد هل هيستمر على المستوى والمعدل التهديفي ومعدل الأهداف اللي بالشكل اللي جنن ده هيستمر بالشكل ده ولا هو الموسم الأولاني بس وخلال أنا عن نفسي هو الرجل ما عندهوش أي اهتمامات تانية غير الكورة لا مثلا بيحب أي هوية تانية ولا ليف أي حاجة هو عايز يلعب كورة بس ولذلك هو مميز قوي تعالوا بقى نشوف المشكلة في فرنسا نروح لفرنسا بقى وسائل الأعلام الفرنسية قالت أن ليلون ميسي قد يغادر من باريس سان جرمان مع نهاية عقده في يونيو المقبل وقد يكون الدور السعودي وجهته المقبلة حيث يجهز نادي الهلال أطخم عرض في تاريخ كرة القدم لدم الأرجنتيني ليلون ميسي وبحسب ما نقلته وسائل الأعلام الفرنسية وعلى رأسها صحيفة لكيب طبعا اللي ما بتقولش أي حاجة يعني فإن باريس سان جرمان لن يجدد عقد ميسي في السيف المقبل مما يتركه حرا طبعا دي زكاء من ميسي إنه هيمشي حر ده لا هيخد الفلوس لوحده مش هيشتروه بقى والجو ده وهيروح من حقه يروح أي نادي آخر في الانتقارات السعيفية اللي جاية وطبعا جاءت الأنباء مع الأزمة كمان اللي بين ميسي و باريس سان جرمان دلوقتي بعد ما قرر الأخير باريس سان جرمان إنه يوقف ميسي بسبب إنه سافر السعودية من غير ما يحصل على إذن طبعا دي من إذن من نادي باريس سان جرمان لأن طبعا اللعب فيه عقد أيضا بينه وبين السعودية عقد للتسويق السياحة السعودية ده بصرف النظر إذا كان هيروح السعودية ولا لأ دي حاجة تانية الموضوع ده عامل مشاكل كبيرة في ميسي و لباريس سان جرمان و في فرنسا الخبر اللي جاي معنا هيبين لك الموضوع ده عامل مشكلة كبيرة إزاي لأن إدارة باريس سان جرمان بدأت بإجراء استثناء الاحتواء غضب الجمهور في فرنسا في الساعات الأخيرة أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس سان جرمان قرر تكليف أو تكسيف الإجراءات الأمنية حول مقر النادي و مقر التدريب و كذلك منزل عدد من النجوم اللي منهم ميسي و نمار و تعريبا مفراتي كمان مش كده مفراتي عشان خاطر الجمهور عمل مظاهرات معترضة لتخال ميسي بقى كاس العلم و الكرة الزهبية و كلامنا كله بس عاطفة المشجأ اللي نديه حاجة تانية جمهور باريس سان جرمان مش عاجبوا الوضع اللي فيه ميسي خصوصا أنه هو بالنسبة لهم ما تقصر في حق باريس سان جرمان اللي حاصل بعد الوقت أنه هم عملوا طلبوا أفراد قوات حراسات خاصة حول منزل التولاتي لينو الميسي و نمار و ماركو فراتي طبعا و كانت أعداد كبيرة جدا من جمهور باريس سان جرمان اتجمعت امبارح أمام مقر النادي و انتهت بالسباب والهتفات العدائية ضد مسؤولين نادي واللعبين والمدرب حتى مدرب من فريق طال و كمان من الحب جامل و كان النادي الباريسي أصدر بيام عبر موقعه الرسمي استنكر فيه الأحداث و أدان فيه تصرفات الجمهير طبعا الجمهير زعلانة و ده حقها خصوصا لما تحس إن اللعب مؤثر أي لعب يقصر أو يحس الجمهور يحيطه بالتقصير فهو بالنسبة للجمهور خلاص عدى مرحلة أي أن كان لهو يعني ما فيش أسطورة دلوقتي في كورة القدم أكبر من مسي كل حاجة في العالم و وصل لأبعد تارجت ممكن لعيب كورا يوصله لكن الجمهور عندها عطفة النادي هو ده بقى الجمهور اللي بيحب النادي أكتر من أي لعب ده أي فريق جامهيري بيقابل المعنادي لعيب مشي بشكل مش كويس لعيب بيتعامل معنادي بشكل مش كويس حتى لو مسي زي ما أنتم شايفين معنا نروح لبقى الخبر اللي بتاع منافس ميسي اللي ما أصبحش ما مورد منافس كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو دلوقتي أعلى أجر في العالم رونالدو بقى أفضل عقد في العالم أو أعلى دخل الرياضي في العالم بعد العقد الخيالي معنادي النصر السعودي أصبح النجم كريستيان رونالدو بياخد في السنة كان بقى 136 مليون دولار وتقدم النجم البرتغالي على ميسي ومبابيه حسب تصنيف مجلة فورس السنوي أنه هو قال بقى المهاجم البرتغالي قال بلغ من العمر 38 عام انتقل للمركز الأول الذي كانوا يحتله في العام هو طبعا كان في 2016 و2017 هو مش أول مرة يحتل المركز الأول لكن المراتي رجع بقى بعقد خزعبالي زي ما احنا شايفين كده ودي نتيجة ممشرة لرحيله عن منشستر روناتد من الدوري الإنجليزي للدوري السعودي لأن عقده العقدين دول مجتمعين يعملوا كام 46 مليون دولار يضاف عليهم 90 مليون من الشركات اللي هي طبعا اللي بيعمل لها دعاية المختلفة على مدار الـ 12 شهر اللي فاته فيصبح عقد أنا الأرقام دي يعني يا جماعة مش فهمها يعني بصراحة أرقام بعيدة أو يعني خيال أي حد يعني خلي بالك فيه لعيبة كرة كتير يعني صلاح ما هو بياخد كتير ما شاء الله يعني ربنا يزيده ولعيبة كتير جدا بتاخد كتير بس إن أنت توصل إن أنت يبقى عندك شركات الدعاية اللي أنت بتسوأ لها مع الناديين مع إن أنت يبقى عندك أعلى عقد في العالم ده حاجة مع صليتش طبعا نتمنى إن نوصل في يوم من الأيام إن يبقى عندنا المستوى اللي احترافي ده طبعا دورة السعودية بتعمل عقود خزعباليا بتحاول تغري مسي دلوقتي كمان إنه ييجي بعقد خرافي هنشوف مع بعض الأيام أنا أعتقد مسي هيروح برشلونة تاني هيرجع برشلونة تاني ده ظن شخصي يعني معرفش إذا كان الأيام اللي جاية هتثبت لنا تعالوا نروح مع بعض بقى نشوف بعسة النادي الأهلي ونتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي بكرة في ماتش مش سهل بالمناسبة فريق برامدز خصم قوي فريق برامدز خصم لازم نعمله حساب خصوصا أن أنت كنت تعمل حسابك إنك هتلاع فرقة فجأة بقيت هتلاع فرقة تانية فبالتالي حسابات الجهاز الفني بتختلف نتمنى طبعا التوفيق وهنشوف دلوقتي مشاهد لأستاذ محمد بن زايد اللي هتكون معا المبراه طبعا فريق عمل قناة النادي الأهلي زي ما انتم شايفين محمد الدكروري وأحمد يحيا عملين مجهود خرافي وكل طاق مقناة النادي الأهلي سواء اللي في الإمارات أو اللي هنا طبعا الاستاذ شاكله عالمي زي ما احنا شايفين كده استاذ محمد بن زايد دا اللي هستقبل المباراة غدا هنشوف بقى بكرة الاستاذ دا باللون الأحمر كله إن شاء الله يعني جمهور النادي الأهلي هيقدم أحسن صورة زي كل مرة كل تواجد لنا في الإمارات جمهور النادي الأهلي بيكون على أفضل شكل لي وبيمثل مصر بشكل مشرف وبيمثل جمهور الكرة المصادرية بشكل مشرف جدا فبالتالي إحنا بكرة ما عندناش شك إن جمهور النادي الأهلي هخرج المباراة بأحسن صورة وما عندناش شك أيضا إن العيب النادي الأهلي وجهازهم الفني هيقدموننا أحسن مستوى وهيقدموننا الشكل اللي يليق بالنادي الأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نتمنى السوبر أهلاوي طبعا إن شاء الله يمكن مارسل كولر كان حظه إن أول بطولة ياخدها كانت في دولة الإمارات وإن شاء الله بكرة يتوج ببطولة كمان في دولة الإمارات دي حلقتنا النهاردة من 7 Day Sport نتمنى إن احنا نكون نغطينا المرش بتاع بكرة بشكل كويس وقدنا لكم كل المعلومات عن لقاء السوبر جدا ونتمنى إن احنا نكون ضفنا ولو جزء صغير لجمهور ومشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان دي كانت حلقتنا النهاردة وفي الختام خير سلام والسلام عليكم ورحمة الله